تسلم وزير الخارجية سامح شكري ونظيره التركي مولود جويش أغلو بميناء مرسين التركي شحنة المساعدات المصرية السادسة المقدمة إلى تركيا وذلك لمواجهة تدعيات الزلزال وفي مؤتمر صحفي بميناء مرسين أشهد وزير الخارجية التركي بدور مصر وموقفها المساند لتركيا في كارثة الزلزال مؤكدا أن مصر بلد مهم بالنسبة للمنطقة والشرق الأوسط والعالم أجمع كان شكري قد وصل في وقت سابق إلى تركيا حيث استقبله وزير الخارجية جويش أغلو بمطار أضنى قبل أن يعقد اجتماعا ثنائيا